واحد من أفضل الهواتف الاقتصادية متوفر في الأسواق الجزائرية بسعر ثلاث ملايين ويمكن تقع بسعر أقل أو أكثر شوي حسب المحل والولاي وهو يملك التصميم المميز والعداد القوي تيك نو بوفا إثناء سنتعرف على مواصفاته الكاملة وسعره الحال السلام عليكم خاطئين ورحبا بكم مرة أقرأ في فيديو جديد معكم السعيد إن شاء الله تكونوا كاملوا بخير كالعداد دعموني بلايك للفيديو وسبسكرايب للقناة باش تحفزونا ونقدم لكم في مجرد والآن نبدأ الفيديو تصميم الهاتف مميز جدا واعتبره الأفضل في هذه الفيس سري فظهر الهاتف يتميز بإطار مستطيل يحتوي على أربع كاميرات وفلاش فخطوط جانبية تعكس الإضاءة بشكل جميل لكن بصراحة الخط الذي في المنتصف لم يكن له داعي ومن الأمام وجهة مميزة تأتي بحواف رفعة مع حافة سفلية هي الأفضل بيد السرق وثقب في المنتصف الهاتف من البسطي يوجد المتين وسبعة قراء تصميم ممتاز بالنسبة لهاتف في هذه الفيس سري أما شاشة الهاتف فهي عملك وتأتي من نوع LCD مقاس 6.9 إنش بجودة Full HD Plus وبمعدل كتبة بيكسلات 389 بيكسل لكل إنش لا تدعم أي طبقة حماية لذلك ضرورة تركب واحد أول ما تشري لت ستقدم لك شاشة آداء جيد حيث الألوان والدق وكان ينقصها فقط تردد تسعين نهاتف على الأقر لكن مع ذلك فيتعتبر من بين الأفضل في هذه الفيس سري ورح تستمتع بالمشاهدة بسبب حجمها الكبير ودقتها الفول HD ومن ناحية الأداء فهو يأتي بمعارج MediaTek Helio G85 وأصبح موجود في العديد من الهواتف حيث رح يقدم لك أداء مميز في الإستخدام العادي والمكثف وكتجربة ألعاب فهو يأتي بمعارج رسومي Malogy G5 رح يقدم لك أداء جيد في جميع الألعاب سواء PUBG وغيرها من الألعاب التقيم يأتي الهاتف ب64 مع 4 جيجا رام و 128 مع 6 جيجا رام ويعمل بنظام أندرويد 11 وواجهة تيكنو HeOS 7.6 بشكل عام من حيث الأداء فواقع معظم الهواتف في هذه الفيس سري يأتي الهاتف ببطارية عملاق 7 ميلي أمبير تدعم شهن سريع بقدرة 18 وات ستقدم لك أداء خرافي حيث تصمد معك أكثر من يوم بكل أريحية في الاستخدام المكثف بالنسبة للكاميرا عندك رئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة 1.9 والثانية بدقة 2 ميجا بيكسل للماكرو والثالثة والرابعة بدقة 2 ميجا بيكسل واحدة للعزل وأخرى للذكاء الاجتماعي تدعم فلايش رباعي من نوع الليل وتدعم HDR والبانورام وتصور فيديو بجودة 4K أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجا بيكسل هداء الكاميرات من مقبول إلى جيد من ناحية الألوان والدقة والتفاصيل في جميع الظرو كما أن الكاميرا الأمامية مرضية أيضا الهاتف يدعم بصمة مدمجة مع ذر الدق ويدعم NFC ويدعم تركيب شريحتي اتصال وكرت ذكر خير سعر الهاتف 3.64 ملايين ويمكن تجده بسعر أقل أو أكثر حسب المحل لكن رأيي لو وجدت هذا الهاتف بسعر أكثر من 3 ملايين فصراحة لم يعد يستحق الشراء غير ذلك فالهاتف مميز ويملك عتاة قوي كان هذا كل ما لدينا حول الهاتف والأخي درونا لايك للفيديو سبسكراه بالقناة باش تحفظونا وانقدم ملكم دمجدي ودوم تبفي رعاية الله وحفظ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر